اشتركوا في القناة الامر الذي عكس مدى قدرة المملكة العربية السعودية وحرصها على تحمل تلك المسئولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية وثمنا جلالته بكل التقدير الجهود الكبيرة لخادم الحرمين الشريفين رعاه الله وحكومته الرشيدة بتنظيم شعيرة حج هذا العام وفق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم سائلا جلالته المولى جل وعلا أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام طاعاتهم وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة العربية السعودية وشعبها الشغيق بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين حافظه الله وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يرفع هذه القمة عن سائر بلاد المسلمين والبشرية جمعا